اشتركوا في القناة 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 ب людей حقيقة سوف أتحدث معي سوف أتعود لكم بزاف الحوج وعليا ويقول لكم أخوتي أنا أخوتي أريد أن يكون عبرة الناس أخوتي أريد أن تتعاونوا معي أخوتي أريد أن توقفوا معي في القناة أخوتي وتتعاونوا معي حيث أنا أخوتي داشت عملية في فرنسا وتخطى عليها المسراء أخوتي وكن بغي نختم ولكن أخوتي لم أقدرش على الخدمة في مارش كريو أخوتي كمشي المارشي كمشي المارشي فيه كمارة كنسنادق وكن قدشي عليه الصارحة كنقول لكم أخوتي حسدرش عملية في فرنسا وتقطع لي المسراء هذا شيء هو اللي خلاني نخرج للإعلام أصلا أنا ما بغي نخرج للإعلام ولكن كنمشي لعن الطبيب المصاريف ما عنديش أنا المصاريف أخوتي وقسم بي لك اللي كنقول فيها صحيح ورغم أني أجدر الأم دي لي رغى تفسر لكم كتر أخوتي شكرا تاريخ مرحبا بلكم معنا السلام عليكم كديرا بنتي لاباس كديرا مع الصحة مهم أشغنقول لكم أول حاجة كنشكر كنشكركم كنشرو الصحة فلي جيت عندي صدار وصحة فلي وقفت مع أولدي ويعني كان واحد النسبة دياله وصل واحد نسبة أشغنقول لكم كس كان عاني معه بزاف أنا ما خرج الإعلامتها بالرغبة دياله بالرغبة دياله وخرج قل لي مامار الناس بحل ما يصدقوني أنا مهم أنا الدريكة كان عاني معه من صغره كان عدنا مشكيل من صغره باية مع هشاء التدريب بال statements مهم عاش المشكي للمشاهدة وخرج خدم اللي في الصغره وكتان ذكي الساعة مكن متعرفش مهم وخرج بشكل خدم مهم كان كان قراء مزيان وطلع وحد تدريم مزيان مهم يصدق الموحد اصار الكطور لك Indudadale بقيت كان بضيادا معه كانت تسعب معك أن أقول لأوليدي إلا هادية. أنا محتاجة لك تعود لي. مهم أني وصلت لسيزيام صافي قرر أن أحرك. مهم شفت لي مع واحد الناس في طول توركيا. مشا. مهم المصاعب اللي يلقى. رأقال لكم كلها. أنه اللقاء اللي يلقى في اليونان وفي المدن كامل رأقال لكم. تمام. أنا أريد أن نسألك لهذه النقطة. حيث أنت يا أم. وكن نشوف بزفة الحالات الأمهات. يتطروا. لكي يوافقوا على أولادهم أنهم يذهبوا وحرقوا. كيف أجدتك أنك توافقي؟ كيف أجدتك الخطوة؟ بالزز مني. يعني يدري المخدرات. يجي غوطي في الزنقة. يرسي المميعان. يعني أسوأ البلياد دارهم. يعني أجدتك أن يتشرق. يعني يمشي المرصة. يجينا الصباح من مصر. يجينا ملكان دون معان. هل يجينا على المقربين الذين يحرقوا ووصلوا. ربما كان بغي يقلدهم؟ يعني ألواني وقد أزعبوا بالكماني وقد أضتكى ننطلق لا تخافين. ورغم ذلك أنا أسخيت بها. يعني كنت أرى في ضع. يعني عنده ألواني يقرأ بليات. يجينا مخدرة كتابة لكي بأنا. إقرأي إلى أقرأ بلدهم. أو يجينا قاعدت أهلا. أو يجينا مخدرت أن يتقلدهم. في الاحيان كيضرب الرجلية يقول لي صايف انا بغيش ورغم ذلك صايفته انا مسايفته سايفتهو لتركيا والاين بعدها صيفته في تيارة قالت يما يمشيش في هي صيفته في تيارة والسيد الاخر قال لي اخترا ليصوفة عند ترق البحر قال لي تود لسانة الطيارة مما طالت يدير تكتب بناهي بكون التفاهمهه هي كفيناها لمشي عن ترق البحر ونهار اللي بغي مش عالترق البحر يملي قال يا ماما أنا غادي أنا بيتلي الكل و أنا مش نقول لكم ما بكيش بكي طلبت الله قمت الليل يعني رب اللي عن فيها لت وحد ما غي حسبي الأم اللي غت حسبيها تغدر اللي كان قول يعني قاسية معه يعني تقريبا شي شي ومين ولا تلسية من وعبعين باش قالي أنا وصط اليونان واش غنقول لكم أنا مشي كان نصحكم باش بشيو الهجرة السيرية ولا مشيو بالعكش أنا كان نصحكم تبركم مع والديكم تخدموا على والديكم بالقليل ولا بالكتير أما الحريق أنت غت مشي لنا مقسم لك الله شي حاجة يقسم لك الله هنا غير هو بحل أنا درثي الرغبة دياله أنا بعد الناس كيقولوا لي لا أنتي ستي شجعت يا ولدي لا بالعكس أنا مشيشت أجوه لكن كان فيك نشوف ولدي أنا وكيتعطى المخدرات أنه وشي نهاري قدرنا نقول لي لي قدر يقسني يعني من اللي كنقول لي لا يعني ركم عار في القرقوبة عار في ما شو نوضحوا هذه الفكرة حتي بزافك ياخدوا واحد صورة اليوم معنا أخ طارق اللي عاش هو 8 سنين في الغربة اللي وصل مانشي موصلش فرنسا ألمانيا تاليان رمخلات الشي بلاسة في أوروبا ولكن بطارقة غير شرية دائما ما عندوش وراق دائما ما عندكش وراق لدائما غتبقى محقور كي نتشيك دائما غتبقى محقور كي نتشيك ما عندك الحق فتاش حاجة وخا تخدم غادي تحت من الصبات كيف كنقوله بالدريجة يعني رأى ولو ما تخدمه هنا حي الدروري وذلك الشي اللي غادي تشد ربا ممي الله يقدق باش تاكل وباش تعيش وبعيد على والدك وبعيد على بلادك رأى صعيب حنا مشي كنشي ما كنقول للكم ما تهاجروش اللي بغي يهاجر مرحبا هذاك حق شرعي ديال اي واحد انو يهاجر ولكن يهاجر بطريقة شرعية باش تاوي غدا وبعد غدا يكون دائما الحقوق دياله الوالدين ديالو مهني نقلي يرجع وقت ما بغى يمشي وقت ما بغى هذي نقطة نقطة تانية اختفات حقونا افش خدامه انا خدام في حمام انا دبات قريبا 12 عام قبل لابونا عشرين عام ونصلا خارجة قبل كس كان مشي كان بحالك عند الناس كان مشي نبريكل صعفي مني صاب مقاييس يبقى يش قدد ديور مشي تشاجر وهذا الحمام وخدنش فيه دبات 12 عام الحمد لله مشي غنكذب الحمد لله واكلها شاربة كاسيها مصبطام ولكن بالنسبة لي وحساب الله جديره بحلا مقاش كاردة انا نعطيه تماما عادي ولكن بغى تنسولك دائما بقوفة تارجل يعني سفر بتعريقة غير شرعية مني رجع تاريق وش حسيتي فرحتي ولا بقى في كل حال؟ فرحت ولكن في نفس الوقت بكيز لأنه ورجع في حالة حالة يرتلع يعني لا صحة لا جامال لا مال لا والو يعني 8 سنين ضيعها بيها المنطورة يعني 8 سنين كون بقى هنا كون دارش مستقبل وحالة ثم سنين يلقيت لك انا وصلت معا 16 مليون سبتاشر مليون غن تقول لك تبسي انا كنت يقول شهر كنصيفت لي 30 ألف 40 ألف 50 ألف تل مئة ألف يعني بش من منك يقولي الوالدة انا ارا كاخدام ولكن ذاك المقياس يرجوس ارا ما قادنيش كنحاول انا كنطر انا نصيف طليه يعني كنخدم كنحاول نقصم المصرف دي الخوتو كنصيف طليه نهار ليجا اخت خوتو فكيف فرحو انا كنبكي كتقول ياما كيقول ياما مواش ما بغيت ينشر جا علاش كنتبكي كتلي مشي ما بغيت يرجع كنشوفك انا كمشيتي وكيشيتي اول حاجة جا مريد يعني ما كيخورش من البيت شي دابا ما زال في جيت والله اذك البيت تحل ماكي يتحلش البيت يعني ما كيخورش يعني اللي بدينا كنضحكو ولا بدينا كن هادرو كيقولك سكتو يعني ولا ادنى شنقولك وليتأثر نفسيا ربما تحنا 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 تخوتو تتأثر يعني تخوتو من قسم كيبغوا هادرو كنقولين سكتو خوكو منعس يعني ما شنقولك واحد الحالة ما نعاودش لك نحن نعود لنا طريق رب حلا نجم الموت را ماتوا وعود حيا لان ذاك شي اللي تعرض لي را صحي بسفت الناس كيقولوا را كان كي غريسي كان هان بد نوضح واحد نقطرة هو مشيئ را ما عنده تعالقة بالعصابات هو را غير تلقوا لي شي شفارة ما في فرنسا باش يدولك تليفون ياك اه تلقاوا لي شي شفارة في بورت لافي في 2019 شهر السنة عار خمسة وناس كنتيز في بورت لافيزة واحد بلايسة كينش شر تزيج بكابال ماللور ش كانوا شي يساولي سبعاوا يدربوا فيها بكترة الدريب اللي كدربوني بجليم الكورشي تفرقوا لي مسارا ومعرفت ذاك شي اللوقع عليها بحلا ولات عندك دبعا مستدي ممتقدر تزلات قولي شي حاجة دبها تشي كامل الحمد لله إن شاء الله مع الوقت دبعا الموشاهدين كيقولوا كنكيشفر وحنا قلنا كنكيشفر أنا دبعا وطي الباسبور بغي عاودي مشي من المشي للكوميسر قال لي غا تجيبوا لي ورقة بأنه ما عندو شي مونتف من بره والحمد لله إحنا صار من الباسبور ديال ووش كيكون نشفر غا يعطي ورقة ما غا يعطوش في الولاية ورقة بأنه الدري الناضيف وليكيكون غا يكون كيشفر من اللي غا يدخل روفيلي ركيدوزوا الولاية كيدروا لي البحث يعني ما عندو لما ونتف هنا مونتف ليه وليكيكون نشفر ما غا تكونش غا تصيفط لي الأم دياله ولو بغوني جبل لي مورقبة أنا كس كنصيفط ليه ونجيب سيدة أنا اللي كس كنعطيها كس كنعطيها أنا نعطيها المما في المغرب ويا كتصيفط لي من بلجيكا مايمكنش نصيفت أنا كس كنعطي الواحد سيدة أنا وقدصيفط لها بنتا كس نام بلجيكا إنسان اللي بغي يقول شكل ما خيب يقول زوينة لو كون كيسرق أول حاجة من الحمد لله ما عندوش الحبس والحمد لله أنا ما غا نحجوش أنا وسرق أنا مخدام علي وشداب اللي حد الآن كنقول أنا مخدام علي أنا ما كان بغي من المشاهدين ولا من المغرب كنتي له وقفة مع اليوم عن الطبيبة النفسية ديال أنا عندي أقسم بلال عندي 1500 درم الشهر 1500 درم الشهر اللي عندي دال عندي بالنسبة لي هو بالدوى عندي كل 15 يوم 15000 كل 15000 من غير 3000 درم ديال الطبيبة والحمد ربي نشكره أنا رزقه كي يجيبوا الله أنا ما عندي مشكلة أنا أشكن طلب من هذا الناس كان طلب من الله يرحمني من الوالدين أعاونوه في القناة دياله هو الأمني ديال الأول أنا القناة دياله أطلع أنا ما نكدرش لك أنا الناس كنسمع الكومنترات وأنا رقريت وكن جوبهم وكنشكرهم يكي يعجبوني الناس يعني كي شكي يدع معاه كي يدير معاه تاهدوك يقول شكي المخيبة كنقول يا الله يديك أولدين أنت ما كتعرفوش طب أنا كنطلب من الناس خارج الوطن داخل الوطن يتعاملوا معاه ولو يكون ما يعرفش يغني ولو يكون ما عرفش يهدع هو ما يشجعوه أنا مان كذبش لك وتبدل أنا كنسمع الدناس كي هادروا معه هادروا معه هادروا معه 여러 عيالات كي هادروا معه عهدروا معه nuestro عيالات يا هادروا معه يعلي من عنده وهادروا معه فけれين أخاتي غير صبري معاه رحنا عد heraus الأبيض indicator كان مدعمه آورتين غير صبري وكنن فرح الحمد لله اليوم ما كانشو هد شوية تحسن. الخد دعم جل المغربة الهاتف اترى. الحمد لله المشي غن كدبع لك. القاد تمديا تمديا ما كدب شلك. وحاد البنت صرفة لي نتشي باركات يدي الباق ديل باقي فيديو بش داربها نيب باقي مخرش داربها غير مو مصادرش في اسجلشي اغنية. بالنسبة لثامن ديل فيديو بقاسة دبال الحمد لله مش غن كدبو الله يرحم للموادي ومو وتتيل الله يرحم لك الوادي أنا كنتي باكنتية باش وريتي الناس وباش بالوجه دياله غير كنت من نوم الناس الله يرحم لي من الوالدين اللي بغي يقول شي كلمة زينة يقول أخيبة راحنا ماشي محتاجين الأكل وللشرب وللحنا محتاجين الدعم ديالكم كلمة زوينا الشي اللي ما عندو شي باشي يقول كلمة طيبة قدر هدري بديك كلمة طيبة غتنقدوه وماشي غتنقدوه وغتنقدوني أنا لا ترحموني أنا أم لأنه مني هو كيكون ضحك سأنا كنفرح مني كيكون هو سد دليل بيت أنا كيجيني كيباش خله لانت اغنات بعداي ما يبقاش منعزل واحد شوية لا الحمد لا أنا كنسمع والله العادي مني كيكون بارك كنسمع وكيدوي كنفرح مني كنشوفه طالق الليف وكيدوي معاك يقول لأخ كنقول الحمد لله يعني القمع منك يدوي الحمد لله أنا مني كندوي معاه أنا وقيلة كنجيب حلا ما كنعرفش نهضر أنا كننصحك يقول يلا ما تنصحيش أنا كبير يعني بابا ما عنده شي علاقة مع بابا خدمته يكون في العون تور كان دار لاكسيدو يعني خدم غير باركة قليلة احنا مش يموش كلا هذا يعني مش غير بركم معا بش عندي الدرس غير ما يمكنش غير ركم عارفين جدراني ما كيتفاهموش هذا كيبغي فرض الوجود دياله والأخوك يقول كلا أنا يعني بغيت نفرض الوجود ديالي يعني هاتشي كل شي الفضل كيرجع لكم تومة وكرجع الناس اللي كيهضروا معاه اللي كييداعموه اللي كيقول لي يسبر خويا غير سبر دبا انشاء الله يفرج الله دبا ودبا كنطلبوا منكم كنطلب من أنا خليه وأنا كنطلب منكم كأم كأم كنترجاكم كنترجا لقبل من ترجاكم كنقول لكم بقاهم سابعينو بقاهم داعمينو تطلع القانات ديالو من اللي تطلع القانات ديالو ماشي 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 احنا غرضنا الفلوس هو كيقولك أنا بغيت كون عندي واحد المدخول تانا باش نولين باش نولين باش نولين باش نولين نصرف لها راسي نشري الدواء يعني خاصك انت تبركي خاصك هادي أنا اللي بالعكس أولا جاب لي إن شاء الله بركة بغيت يمشي تكسابيها ويدير بيها ويخدم بيها ويديرش بها شي مشروع أما أنا أنا أخدام على ولداتي يعني ما كنقولش أنا غنبرك اليوم أنا عارف راسي غنخدم تانهار اللي غيكتب لي الله أما المامات أما شي مرضى إلي كتب الله لأن بقى عندي مسؤولية بقى عندي الدرية كي يقرأ عندي ما عندي ضوء عندي مرضى عندي يعني ما غندي لش حاجة أنا بغيت نعرف علش يعني هو إنسان ما كي خرج الإعلام تكرج عوجه اللور أنا دايب الشي أنا دايب أرى ما نرجع الإعلام تغني نسمع وحدة غد قولي لا هادي لا هادي أنا جيراني الحمد لله أنا عارفهم يعني عارفيني أنا مرة مكافحة وكبرت ولادي بالحلال ولحد الآن كان كافح على ولادي بالحلال ولكن هو من لي أنه خرج وقال لكم أنا ردرت وفعلت وتركت يعني غامر ومكون شي واحد يقول لكم لا أنا ردرت أنا ردرت أنا ردت طنوبيل غيمش يكري طنوبيل بخمسة لفر يقول لكم أنا جبت طنوبيل ولكن هو عود لكم حقيقة يعني شارك معاكم الأحزان دياله بشوقفوا معاه لأن انتم أخوتين مغاربة إحنا عارفينكم عارفينكم غتشوقفوا معاه وغا كان قول لك نقول لك نقول لا سبرا ولدي بشوية بشوية وخا هو أنا علش خرج الإعلام بغيسكم الله يرحم لكم الوالدين إلا أعود خرجي مرة الإعلام ما تقول لك هالدررة كان سرق وكي كدب أقسم لكم بربي الكعبة إلا أنا كتكن صيفة لي تل ألفين درهم من الشهر وعندي الوراق الدربي أنا كتكن صيفة لي وكتكن أعطي لواحد سيدة هنا في المغرب ويكينا في البلجيكة كتصيفة لي يعني باش ميمشي السرق لو اللي بغيس يسرق يسرق في بلاده حال بشي بلادة الناس أما الحمد لله هو أنا معاه ونا معاه بالقليل أنا بغيسكم غير تسعبوا معا بالدعم ديالكم وكلمة طيبة اللي بغي يقول شكل ما خيبة يخليها عنده يقول كلمة طيبة أنا كنظن أختيف فتحارة رسالة ديالك أكثر من واضحة والمغرباء إن شاء الله معروف عليهم الكرم ديالهم وغادي دعموا ولو معنويا كيف ما أسألنا كن وجهركم رسالة سنقول لكم اليومات عونا مع أخ طريق هو محتاج لدعم ديالكم النفسي كسر من المادي يعني كلمة زوينة تشجعوه اليوم هو حول يترجم المعاناة ديالي وقودك شي اللي عاشوا في الغربة الكلمات ديال راب وأغاني ديال راب وهو كي وعدكم دائما بالجديد إن شاء الله وغادي يعود يشرح لكم أكثر أكثر على المعاناة اللي دوزها خارج الوطن حيث كان تسافر بطريقة غير شرعية يعني ما إحنا ما كن مشي حيث بزاف الناس كيقولوا في لي كومنتيخ علش تقولوا الناس اللي لا تسافروا حنا ما سنقولوش الناس ما تسافرواش حنا كنقول لكم سافروا ولكن بطريقة شرعية يعني قانونية باش تنتى تكون محمية تم في هذه البلاد ويكون تنتى محمية هنايا ولا تم بحل بحل اليوم كيفما شفتوه أخ طريق باقي بحتاش الدعم ديالكم النفسي والمادي والمعنوي وأكثرية في لي كومنتيخ تكيسو عليه شوية يا كأخوية تارك شو تقول لهم آخر كلمة؟ باش يدخلوا عندها القناة اخشي ويكي باش ها تتفاعل دعموني ويسروا لي العمر ديالي حسنا ما عندما يدار دباكش كان كان خدمة كان قادش على الخدمة ولكن باولا شديد الخدمة ديالك؟ اه باش ندخل اليوتيوب نوليوتيوبر ندر فيديوهات ديالراب إن شاء الله ونشوف أخشي نتصاحب مع الناس دياليوتيوب نعود ليم حكاية تشي وكنت منن نولي نقول قصاص للناس هذك شي اللي وقع لي ونحقيقة حقيقة يعني مشي يعني شي اللي كنقول لنا حقيقة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا اليوم كنوجدوني دا الناس اللي يوتيوبر اللي معروفين يعونوا أختاريق من هاد المنبر واختاريق اليوم را كيشكركم بزيف لأنه كان عنده غير 300 أبونيك وصلته اليوم الى 1000 أبوني وتيقول لكم زيدوا عاونوني عاونوا بالمشاهدات را عنده ما يقول لكم وعنده الجديد شكرا لكم كانت معكم ماريون فاساحي خلف الكاميرا حمزة بوقنادل لا نصورة ولكم التعليق اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شكرا لكم